لم تخب صورتها ولنطفى اسمها في ذاكرة اليمنيين ووجدان مأرب الحزن لرحيلها ليان طاهر محمد عيد فرج ذات الخمس سنوات اسم شاهد على بشاعة الحثيين وصورة دالة على أفضع توحش ضد الإنسانية والطفولة وعلى ظرح الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد ليان وضع مكتب حقوق الإنسان بمحاوضة مأرب إكليلا من زهور فعالية إحياء الذكرى تخليدا لشهداء المجزرة الصاروخية الدامية التي راح ضحيتها نحو 17 شهيدا بينهم أطفال ولقي القصف الصاروخي على محطة وقود بمأرب إدانات حقوقية وتضامنا إنسانيا ودوليا ومحليا مثلت الطفل ليان أيقونته الإعلامية المؤثرة والهازة لضمير العالم حيث جاب هاشتاغ الحملة الإلكترونية انتصروا لليان واجهات الصحافة الدولية وشبكات التواصل الاجتماعي بما حملته صور ليان المتفحمة في حضن والدها الشهيد من اختزال تعبيري على فضاعة الجرائم الحوثية بحق أطفال اليمن وليست الطفل ليان سوى ضحية واحدة من بين عشرات المئات من الأطفال الأبرياء الذين استهدفتهم حرب الحوثيين بصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة والقنص الناري والألغام المضادة للأفراد والطفولة وتحل الذكرى الأولى في حين ما زال مرتكبوهم وزارة الطفولة المتفحمة في مأرب بمن آمن المساءلة وعدالة العقاب كما تحل هذه الذكرى ومنظمات الأمم المتحدة المختصة بحماية الطفولة في الحرب تتمنع من فتح أفرع لها في مأرب حيث سجلت جرائم وانتهاكات الحوثيين ضد الطفولة أعلى معدلاتها وأعنف الأرقام